أهلا وسهلا بمجيد مجيد متخصص بريلوكينغ والليوم هو اللي عمل لي هيدا اللوك الميكب اللي بيعقد والشعر اللي كتير حلو ما حنقل لهم شو عامل ما حنقل لهم شو عامل لي ما حفر ريون شو عامل لي هيدا السيكرت يلي عمل لي بس مجيد اسم بارز ومتميز بعالم الجمال والتجميل والريلوكينغ والأهم النجمات إن كان بلبنان وإن كان بيئة الوطن العربي ومؤخرا وقع على واجه وجمال السيدة نظير كامل بحفل زفيفة اللي أوقي من حوالي الأسبوع أبدام بشكل كتير حلو ومميز وليفت بتحب هالشي وليه بتحرص أن تشتغل الميكب والشعر مع بعض أول شي هذا الشي بيدمي يعني ما بقدر أنا أفصل اثنين وأحيانا في أشخاص يقولوني أنت وين بتشوف حالك الميكب أكتر ولا بالشعر أكتر للأسف يعني ما عندي إجابة على هذا السؤال بحب شوف المرة حلوي بنظري كشب مثل ما أنا بشوفها كاملة متكاملة من الأي تو زي خاصة بالشعر بالميكب ما فينا ما فيكم فنان عم يرسم لوحة ويجي حدا تاني كفية أو يجي حدا تاني يمضيها فهذا شيء صعب كتير بالنسبة لألي وصراحة أنه أحيانا برفض أسايم كتير كبار من وراء هذا الموضوع بس هو الموضوع مش بإيدي ماذا نتعلق فيك؟ أنا قلت لك بس لما خلصت من ويجي بمجيد أنا موجود أكيد كل فنانة تقولون أنا موجود كان آخر ري لوكينج لطيفة آخر ري لوكينج لساميرا سعيد ساميرا سعيد دعنا نرى صور النجوم حتى لا نضيع الوقت وخبرنا لك كل شخص ما رأت فيها له الفنانة وشو حبت تغير فيها أو ليش غيرت فيها؟ سوميا الخشاب سوميا سوميا هي شعر الأسود أعطيها قوة اشتغلت على هذه النقطة حتى بالميك أب يعني قويت لها بس بنفس الوقت شغلك قوي ناعم بالزبط يعني قوي ناعم وخصوص الكاميرا بتحب الميك أب الكاميرا وخصوص إذا كل ميك أب صحيح عم نشوف الصورة الثانية العيون بتبرزهم بشكل كتير حلو يعني إذا لاحظنا صورة سوميا وهلأ عم نشوف صورة ثلاثة وخرجية العين ليفتي عندك ولكن هون مع الخدود صح سوميا لأ العين صح الفرق بتكوين الوجه؟ هلأ بنهاية علما أن ثلاثة وخرجية اليوم تختلف بالشكل موضة الكونتورين كتير بس هو للأسف مفهومة غلط كل وجه في كونتور كل وجه أعطي كونتور نحنا كميك أب أرتست بس وزيفتنا نعرف كيف نبرز هذا الكونتور الموجود كيف نخبي عيوب؟ كيف نصلح؟ هذه العملية بتتمهي تلحق الموضة؟ أو بتعمل أكل ست شبيل بقلة؟ لا أكيد بلحق الموضة بس بنفس الوقت ست شبيل بقلة أكثر في أشخاص هون شعر نشوف هون سلافة فهو خرجي بالسموكي آي والشعر والشعر هيك المنكوش المش مصفصف يعني العبي يعني لك شوي جريء هون لك جريء لسلاف وسلاف أنا ملعبة لأن وجه حلو كثير عيونها يساعدوا في رسبة جمال كثير عالية فمن هون أنا شو بتحب تكوين الوجه؟ يعني لما تعمل ميك أب لحدها كل شي حلو والوجه كل شي حلو والوجه تم حلو العيون حلوين نعرف كيف نبرز الخدود يعني ما في ولا نقطة بالوجه غير ما أنا بحبها وبحب أشتغل فيها ما في شي محدد بس هو إجمالا الشغل بيكون كامل متكامل ما فيه هون مين عم نشوف؟ كامينا سلاف الفواخرجي كامينا اللوك جريء أوينا الحمراء صح هيا نشوف شوي الصور وراء بعض لنلاحق كامينا سلاف لوك هون أوينا العيون مع الشعر بالزبط أويت العيون مع الشعر يعني كامينا بترجع لأوين الستراحة أو شوفي عندها الفنانة بالزبط هون عم نشوف مانا شلبي مانا أخذ كثير سوكسال اللوك تبع بي الميراكس وحكوا فيها صحافي كثير كانت بسيطة كانت مانا ليونغ اللي هي بالزبط وهي هي هيك تتميز بضحكتها وخلت وجه مبين ضحكتها بالزبط مرفت أمين والسيد إلهام شهين كانت عامل جبالا ناجح كثير بفرح وخصوصا أنك ستتعامل مع مالقة من مصر فهذا الشيء أنا هذا الشيء ما بيضيف لألي خوف أو رهب بالعكس أنا لما أشتغل مع أي فنانة أكون عم بشتغل مع مرة بالنسبة لي أحاب تجمي الحالة أحاب تطلع بصورة حلوة هون عم نشوف فنانة نجمة ساميرا سعيد أكثر من له ركزنا على لما نقلوا لي كرميل ساميرا دغري عملت ريسورش وشفت قدي ساميرا كان أولا الميكب حسيت أنه ليس بحاجة ساميرا عندها كتير معاينة حلوة بوجه قادرين أن نحن برزع بأبسط ميكب ممكن ما أشتك من الأشخاص يلي بتحب تشوف كتير يعني بتقول فرجون الوجه وبتنطلق يعني ما عندك حشرية لا تعرف مع مين كنت عم تشتغل هل عندك الحشرية تعرف مع مين هالصابيك يعني شو كان يطلع لها أنا بجعب لك هو الميكب والشعر أو الريلوكينج بالنسبة لي اللي هو حالي بس مين عم نشوف ساميرا سعيد كمان بلوك هيك يونج شعر طويل مختلف يعني عطيتها تنال لك وكل واحد ما بشبهة تاني بعد في واحد حلو كتير بشعر أصير هيك أوروبيان ستايل يعني علما أنه هالنجمة ديفا ديفا عمرا وما زالت تحافظ على شهر نحن نشوف لطيفا 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 قريبة شوي للي عملت لي ولي عنا غلطانة بالعيون في نيوت كولور أكيد في نيوت كولور بس لطيفا حاولت أبرز لون عيونها لأنه عندها لون عيون كتير حلو وعلى الميكب كأنه حتى لون تي فقدرين نحن نبرز قصص كتير بسيطة بالوجه وأكيد محورة جميل يعني ما لس ملا عندها شعر حلو نوعين حلو فبتساعد بظن حتى أنا نصحتها بتطويل الغرة لأنه شوية لطيفة كلاسيك لوك أكتر هون عم نشوف ليلة علوي كمان فيه أكتر من لوك لليلة بالقصير وبالطويل عن جد مش هنة يعني بدلك سمين سميرة سعيد أنه قدبتم بصد بحالك مجيد أنا بحب شغلي وكرميل هيك ناجح بشغلي بس تحب الفان بشكل عام لأني أول ما شفتك قلت لك مجمين أنا سامعة اسمك بشي سان تحب تبين حلوة تحب تبين يونج أكتر وبالنهاية أدوات الميكب والميكب موجودة ليجمل الست ولينحط بطريقة صحيحة كيف تحرص على تكون أبدايتد دائما في أصص كتير أنا أحساس بجيني أحيانا بعمل شي بشوفه بالسوق بعد سنة أو سنتين هيدا الشي من جوه هو نابع بس أكيد على طول بواكب الموضة شو دارج شو الأصص الأن بالسوق هون عم تشوف كمانا مجموعة بفران هيدا وج واحد بأكتر ميكب هالوج معروف هالوج معروف لا هنا زبوني عادية بأكتر من ميكب وقدرين نعطي أكتر من اللوحة بالوجه صح بس أنا حبيت أوقت تحت الناتشجر بالزبط حسيت لبقلة أكتر هون كمانا هم شوف بفور عند أفتر مجيد أنت ما بتحب بس تشتغل على الوجه يعني أنت لو تتطلع بالست بتقل له ضبط شعراتيك ضبط وجديك بديك شوية وزن نقص شوية وزن بالزبط يعني لما كمان هون بتتابع بالريلوكينج قبل ما ننتقل يعني اللي بلاحظ عم يشوف الصور بلاحظ قديش لحواجب عم تتغير قديش العيون عم تتغير الأنفة الفم هيدول كلهم بكونوا موجودين بالوجه بس بجرع الليك الميكب هو بيبرزهم بس منا نعرف كيف نبرز هيدول وإذا كان فيه هيك مثل شي مش حلو عم بتجملوا على طريقك بالزبط صح حلو طبعا فيه تجدد طبعا عطول والمرأة تحب التجدد بتباعتها يعني حتى التجدد بيعطي طاعات إيجابية هيك بيكون الوحب مرتاح أكتر وكل ست بتحب التجدد خلينا نرجع للريلوكينج بتهتم بالريلوكينج بكل شي الوزن الشكل الطل الميت كثير من البراعيتس بيجول عندي بيكونوا هني قبل عرصهم عبي حجزوا بيحوالها أربعة وشهور خمسة وشهور فبتدخل فيها أحيانا بقلها أنه لازم تتنزدي وزنك لأن الوجه الضعيف تحب الكاميرا أكتر من الوجه الماليين وهي عب تشتغل على صورة بالنهاية ولا يوم عرصة بيتنصح كمين بتقول لهم نصحوا في ناس تلتلهم نصحوا أكيد صح مين بتحب من الخبراء الجميل والتجميل بين لبنان والعالم العربي بين لبنان والعالم العربي هناك كثير أسامة في لبنان وصلت اسم لبنان للعالم ومتل ما بتعرف إنه لبنان معروف بحرفيته فهيدا الشيء أنا كثير بمبسط فيه بغد النظر إذا كان زميل إلي أكيد بمبسط بالكل ما بتوصله اسم لبنان لبرة وهيدا فخر لقلنا ولبنان معروف جمالا مجيد زهر مجيد زهر لومين بحب يوصل حاليا أنا ما بحدد أنا شخص لاحق طموحاتي وطموحي وين بوصلني ما بعرف بس ما في نقطة معينة أنا بدي أقول بلح أصلى لأنه إذا بدي أقول هيك بعتبر حالي أنا ما عم بعمل تتعامل شيء باسمك بيحمل اسمك كبيراند ميكب بعيد شواء عن الفكرة لأنه بحس أنا ميكب آرتست وهيرستايلست بحد ذات هيدول الكلمتان هني خلفية كبيرة لألي فغير ما أنا ألجأ لشي برودكت باسمي وشي من النوع ومع العلم هالأكتار بمشو فيها هيد الموضوع يعني فحاليا لا بشو هتحب تعمل باسمك بحب أقدم شغلة بحب أبرز الست بطريقة صحيحة وفرجية بصورة قدي هي حلوة هيدا اللي بحب أعمله يعني مجرد أنه تشوفه مين مجيد زهر بالزبط هيدا ممكن بالزبط بيكفيك وبتحس أنه حالك ساتسفايد أنه بيعطيك الدفع لحتى التابع أكتر وأكتر مئة بالمئة شكرك مجيد وأنا بدأت شكرك كثيرا وكثير شكرا على هلوك الحلوح حبايتو هلوك كثير اللي بقليك كثير اللي بقليك رجعتني أنا كنت مضيع حالي شكرا لك مجيد مشاهدينا ونتابع مع الدكتور ناصر حمود وماراتون صيدات الدولي